لم تعد هذه الكميات من النفط الذاتها التي تنقل من مناطق ميليشيا قسد إلى نظام بشار أسد إذ تحولت لبضع شاخنات تتحرك خلصة بعد تجديد الأمريكيين على حركة تجارة النفط بين الطرفين وسائل إعلام أشارت إلى توقف إنتاج النفط في غالبية الحقول الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد بعد امتلاء الخزانات كاملة فيما يمنع عليها استخدام المنتج سوى لتلبية احتياجات المناطق التي تستولي عليها الضغوط الأمريكية جاءت ضمن مساع من واشنطن لتضييق الخناق على بشار أسد بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ شهر حزيران الماضي على الأقل أمام السوريين والرأي العام الذين أصبحوا يتساءلون عن جدوى العقوبات بينما قسد تمده بقسم كبير من احتياجاته النفطية وقوافل حسام قاطرج وكيل أسد النفطي تملأ الطرقات الواصلة بين شمال شرق سوريا ومصفاتي حمصة وبانياس حتى الآن لا توجد أرقام رسمية من قسد أو أسد عن حجم إنتاج النفط في شمال سوريا بعد عام 2011 إلا أن وسائل إعلام قدرت الكاميات بأكثر من ثمانين ألف برميل يوميا بسعر مليونين ومائة وخمسة وسبعين ألف دولار لكون سعر البرميل وسطيا خمسة وعشرين دولارا فهل ستعمل أمريكا على إيجاد طريقة أخرى لتصريف النفط السوري لمساعدة قسد التي تتبناها حتى الآن أم أنها ستعود لسياسة غض البصر تجاه نظام أسد